السلام عليكم. ازاي جماعة عاملين يا رب دايما تكونوا بخير معكم اسلام بهجة ستورز وفيديو جديد من سلسلة احترف تركيب كاميرات المراقبة في خمسين ديئة بالزبط. بس احنا حاولنا اللي احنا نقسم الفيديوهات على قد ما نقدر فيديوهات كده صغيرة علشان ما تزهوقش منها. او في نفس الوقت اللي حركة تفرج على فيديو ممكن كل يوم تتفرج مثلا على فيديو في خمسين الاجمالي السلسلة ان شاء الله نحسبناها خمسين ديئة بالزبط. الفيديو اللي بعملنا النهاردة فيديو ناحية الكاميرا. تسمينه فيديو ايه? فيديو ناحية الكاميرا. يعني انا دلوقتي بعمل سيستم كاميرات مراقبة في البيت عندي او في اي مكان. انا دلوقتي ماسكي الجزء بتاع اللي انا بركب الكاميرا. بركب الكاميرا. مش عند ومش عند ومش عند ومش عند ومش عند اي حاجة تاني. اي حاجة حداك عايز تكملها موجود في هنا. شرح لكل حاجة انت ممكن تيجي تدماغك لأي حاجة فيها مشاكل عندك القاميرات المراقبة او اي حاجة هتقابلك فيها ويا ريت لو في عندك مقترح لحاجة احنا ما قلناهاش حطها في الكومنت واحنا ان شاء الله بازن الله هنحطها في البليلست وخليك متابعة البليلستة على طول شرف لنا هتستفكتر جدا فعلا هتفضل مع نا على طول كل ما حاجة جدا بتنزل او كل ما حاجة بنفكر فيها او حد بيدو اكتوب انا في كومنت بنعمل لها فيديو على طول. النهاردة زي ما انا قلت لحضراتكم اللي انا بحاول اللي انا اركز في الجزء بتاع الكاميرا وهي بتركب ناحية السلك يعني انا مسلا دلوقتي عندي كاميرات المراقبة دي لعادي خالص طبعا احنا شرحنا قبل كده للكاميرات المراقبة فيه منها جماعة خارجي وفيه منها داخل. ايه الفرق من الخارجي والداخلي الخارجي اللي بتبقى الشكل ده كده دي بتستحمل او بتبقى يعني ايه? يعني بتستحمل الشتة وبتستحمل العوامل الجوان. طب بالنسبة لدي دي الكاميرا اللي هي الدوم او الكاميرا الداخلي. الشكلين دول هم اغلب الشركات او اغلب الموديلات في مصر بيجوا معنا الشكلين دول. بفيش اشكال تعتبر تانية. فيه اشكال مختلفة طبعا بس هيبقى قريب من الفكرة دي كده. الكاميرات دي يا جماعة الكاميرا الخارجي دي بتبقى فكرتها كلها اللي هي بتبقى فيها راكب من هنا كده ببقى راكب جوان صغير علشان تسريب المية لو جاء عليها شتة بكسافة جنبة جدا. يستحسن طبعا اللي هي تبقى خارجي علشان المية ما توصلش البرده جوه. طيب انا دلوقتي دي بينسباني شكل الكاميرا. شكل الجاكين بتوع الكاميرا ايه? شكل الجاكين بتوع الكاميرا بيبقوا هنا. وبرضو انا هحطها لكم دلوقتي على الواية بورد هنا. هيبقى لكم ده شكل الجاكين اللي بيجوا في اي كاميرا من الكاميرات الانالوج اللي احنا شرحناها قبل كده. قريبا الانالوج والاي بي. الكاميرات دي انا لدي. بيجي الجاكين بتوعها بالشكل ده كده. الكاميرا دي. انا جبت السلك من عند او السلك المتأسس عندي اللي هو سلك اللي بيبقى بالطريقة دي. اللي هو بيبقى طرفين. الشبه. الشكل ده كده لعشان لو الفيديو يعني زوم مش هيبقى موضح الاشكال بتاعته. نفس الفكرة دي سلكي بيجي يا جماعة بالمنظر اينا شاكونا على الواية بورد دلوقتي بيجي بالمنظر ومدى جده. طيب السلك ده طبعا مش هدخلكم في كتنا في التركيبات واحنا قولناها قبل كده بس ده بيبقى جاي زمان احنا قولنا اربعة طرف اصلا كان زمان بيبقى سلكين سلك اشارة وسلك بور السلك اللي بيدي الاشارة للكاميرا وسلك اللي بيدي البور للكاميرا الإشارة جاية منين? الإشارة جاية من جهاز طيب والبور جاية منين? جاي من البور بس الحنا ما لنشعب بنحية دلوقتي. حسنا نكلم على ناحية الكاميرا. في الساق في دلوقتي انا قاعد او عند البوابة او في المكان اللي انا بركب فيه كاميرا. السلك يبيجي بالشكل زي ما احنا قلنا حضراتكم الشكل وشايفينه على الواية بورت ده كده. تمام? بيجي منه. في سلك بنلاقيه اسمه ارجي تسعة وخمسين. في سلك ارجي تمانية وخمسين. في سلك مية اربعة وسبعين. السلك المية وسبعين ده بيبقى شبه هداك ده بس رفايع شوية. لانا مسكه في اي ارجي تسعة وخمسين. اللي هو زي ده. طبعا ارجي مية اربعة وسبعين مي بقى كويس. لو حالك بس انا هدكيكه في خرطوم سسطة. او هدكيكه او عايز حاجات تكون حجمها صغير ما تبقاش واضح. طيب احنا دلوقتي عشان ما اطولش عليكم ادواء السلك وبرده هو في فيديو معمول مخصوص للكابلات موجودة على القناة. بس احنا دلوقتي جينا هنوصل الجاكات ازاي? احنا قلنا قبل كده المكونات منظومة كاميرات رأبة. اللي هو الجاك البي ان لسي اللي حضر ما شايفينه دلوقتي. ده بياجي منه نوع اسمه جاك بان سي بالسلك. وده الاشهر في مصر. يا للتقينا عن نسبة المبعات. تسعين في الميع من البعاة الجاك ده. فيه جاك اخرى اسمه بان سي روزيتا اللي هو الجاك ده. وفيه جاك تاني اسمه بان سي سulentة اللي هو الجاك ده. وفيه تالت او رابع اللي هو اسمه بان سي روزيتا. kalo له بيجيه بالشكل ده. وفيه جاك برضو اسمه سامولة او اللي هو بيجي بالشكل ده. الجاكات دي كلها واحد. تفرق معاك في طريقة التوصيل وحسب ما الفني او الاستشارة عايز او حسب ما حضرتك عايز. ايه الاسهل بالنسبة لي او ايه او ايه الاغلبية الناس بتركت به? اللي هو البي اني سي سلك اللي هو بالشكل ده لان انا بوصل بس الحياة ما بعملش حاجة تاني. انا بجيب السلك بتاعي اللي هو سلك الاشارة. سلك الاشارة ده بيبقى عبارة عن طرفين. اللي حالاتكم شايفينهم برضو دلوقتي. انا هتابع معاكم بالصور هنا علشان لو الكلام مش بقى واضح. سلك الاشارة ده بيبقى فيه طرف شعر وفيه طرف مصمط. والجاك البي ان سي اللي هو السلك اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه بيبقى فيه طرف لون وطرف لون تاني. انا مطلوب مني عمل ايه? مطلوب مني اوصل الشعر اللي هو الارضي اوصله في الارضي في البي ان سي. واللي هو المصمط الداخلي اللي زي ده. زي اللي حضر assaultedكم شايفينه كلمه دلوقتي كده كله ده consciousness. اللي هو زي ده كده الانر او اللي هو المسمط ده اللي هو المجب. المجب اوصله في السلك التاني في الشاج. اللي هو بي النسي اللي احنا قلنا عليه للسلك او اي بي النسي تاني. انا قلت موجب وسالم او قلت ارضي وموجب عشان الحادث ما تطلق بطريع. انا بوصل دلوقتي السلك اللي هو الموجب. بوصله في المسمط والسلك اللي معاه في نفسه بوصله في الشعر. طيب بيبقى لونه ايه مثلا اغلبيته بيبقى لونه ايه في البيان نسي تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية وانا مش عارس ادخلكو طبعا في حكاية الافو دلوقتي بس الافو ليه فيديو برضو موجود ازاي تي اس جاك البيان نسي بالافو تعرف هو شغال او مش شغال او تعرف الموجة ابو السالب لو انت مطلق بس تسعين في المية من جاكات البيان نسي في مصر الثالث او الارضي بيجي لونه اسود او ابيض بيجيش غير كده اسود او ابيض او يعني بني بس هو ده قليل شوية بنقول اسود او ابيض يبقى انا هقشر الجاك البيانسي معايا مفيش اي مشكلة فيه وهون جايب الاسود او الابيض هوصله فين? هوصله في الشعر الاسود او الابيض في الجاك هوصله في الشعر اللي في السلك طيب والانر ده اللي هو الموجة هوصله في ايه? هوصله في الطرف التاني. اللي هو نسبة كبيرة جدا بتلاقيه احمر. يبقى الاحمر في المصمط والاسود او الابيض احتمالي الجاك اللي معك يكون كده في الشعر. تمام? ده كده انا خلصت موضوع الايه? خلصت موضوع الجاك ده نهائي. هبص على الناحية التانية في السلك. السلك زي ما احنا قلنا بيبقى طرفين كده جماعة. بيجي الطرف ده كده. وبيجي الطرف ده. اللي هو الاتنين في واحد. اللي الباور بيجي اسود وبيجي احمر. الجاك بتاعك بسي برضو بلاقيه اسود واحد. ده كده البي اني سي. اللي احنا قلنا عليه بيبقى اسمه باني سي ايه? باني سي سلك. بيجي الجاك البي اني سي بالطريقة دي كده. وبيجي سلك من ناحية التانية. ونفس الفكرة في ده كده بيجي برضو. ده لون تاني. ده ابيض وده اسود. عندي هنا الارض يبينه ايه? باقي معك في الكاميرا ولا مش قوي? طيب هقرب كده بسرعة. خليك. ده احنا عندنا هنا اهو. الارضي هنا جاي لونه ايه? اسود. الارضي هنا جاي لونه ايه? ابيض. طيب هنا الموجب شايفين احمر وهنا برضو احمر فاتح. يبقى احنا زي ما احنا قلنا الارض اللي هو الشعر يا جماعة بيبقى ابيض او اسود. وهنيجي على الجاك برضو بتاع الدي سي ده مش مستاهل ده هو بيجي على طول الديفلت بتاعه بيبقى دونين احمر واسود. يبقى ده بالنسبة لايه? بالنسبة للجاك. انا بقوم جاي بالسلك معايا كده عادي خلص. سبق معايا السلك ده او معايا السلك ده او معايا المية اربعة وسبعين او معايا اي سلك عادي بلاقي من جوه اربع طرف. بلاقي طرف احمر وطرف اسود ده بتاع الكهرباء. بجيب الاسود مع الاسود والاحمر مع الاحمر. ده كده بالنسبة لي الموضوع ده كده خلص. يبقى كده ده الشاكب ايه? الديسي ركب. وبقوم جاي من ناحية التانية هنا. مركب الارض اللي هو الشعر. هنا الارض مثلا ابيض هوصله في الشعر. والطرف التاني عندي اللي هو تسعين في المئة بيبقى احمر هوصله في الايه? في المصمر. بيجي معايا في الاخر بيبقى بالطريقة دي كده. احنا عاملين طبعا الشكرتوني من اخضر عشان يبقى واضح من عنده حداك من بعيد. بيجي من عندي يبقى انا كده عملت الزاكل بان فيسي تمام والجاك الديسي تمام. الاحمر في الاحمر والاسود في الاسود وهينا الارض في الارض وهينا المجب في المجب. الكامرة عندي بيبقى على طول زي ما احنا قلنا في اول الفيديو بيبقى شكل الجاكين دول. شكل الجاكين دول بقوم انا جاي مركب ضد العشرين الكده숙 suite بهwd6 كده وبقوم جاي ملكب بان فيسي برضو طبعا انا اصبح ده الجزء اللي عندي ناحية الكامرة ده تركيب اي يقامرة مراقبة انالوب. الطريقة الصحة. طبعا حضرتك وانت بتلحم السلك حاول قد ما تقدر الشعر ما بقاش صغير. يعني بلاش تقشره مثلا كده ايه? اه سنتي ولا حاجة? لا حاول تطول شوية اتنين سنتي مثلا عشان ما ريها ماشي معك دي يجا في الصورة. حاول تعمله اتنين سنتي وتعمل اللحام على بعضه. يعني تكتر اللف بتاع السلك على بعض. يعني بلاش تقوم جاي بس اول حتة كده لففها وما دخلس. لا حاول انت تتقطر تيجيب مسلا تقشر كل حتة قد كده وتحط الاثنين على بعض. وتعملهم مع بعض كده الصورة معك هتبقى ان شاء الله هتبقى زي الفل. يبقى ده كده بالنسبة لايه? بالنسبة لتركيب الكاميرا الناحية بتاعة الشقة او السقف او البوابة او المكان اللي هتتركيز في فيديوهات تانية معاكم الناحية التانية وفي فيديوهات مفيدة جدا في السلسلة اللي احنا عاملينها ان شاء الله. اسلام بهاكات ستورز احنا بفضل الله اصل الالكترونيان. يارب نكون قدرنا نفكوا على قد ما نقدر. شكرا.